طيب عشان ما انضغاش في الوقت هو دلوقتي خليه قدواته آآ وخلينا نروح نكمل احنا في المحاضرة بتاعتنا زي ما احنا ماشيين زي ما اتفقنا هو ده مش بس اله الديمو الوحيد هو يعني ده ده ديمو بس بتاع المحاضرة النهاردة ان احنا نكريت الفارول بعدين فيه ديمو تاني هيبقى مسجل هبقى تقول هبقى تقول لكم بعد ايه المحاضرة طيب كونفيجر اجور ديميس عندنا زي ما احنا شيفين الاجزاء اللي موجودة فيه جزء بتاع الكونفيجر اجور ديميس الايدنتفاي للدومينز اند كاستمن دومينز الفيريفايل الكاستمن دومين اه دومين نيمز الكريات للأجور ديميس زون ديليجيت للدينس دومينز ان انت تقاد للدينس ريكورد ست تبلان لبرايبيت دينس دون مين للبرايبيت دون سيناريوز وفيه ديمو للدينس نيم ريزوليوشن وفي الاخي فيه آآ سامري طيب اول حاجة عندي هنا عشان نكون فيجر للأجور دينس انت امكانك مع الاجور دينس من انك تستضيف او زي ما بنقول انك تهست للريكوردز بتاعة الديينس خاصة بالدومين بتاعك على الاجور انفرستركشن مع الاجور دينس ممكن يتحليك انك تستخدم نفس والأي بي آيز والتولز وكمان البيلنج طيب شركتك لو حصلت على دومين لويب سايت جديد كواحد من الحلول بتحتاج ممكن استخدام اجور دينس لانك تدير عملية الهوستنج الخاصة بالدومين ده طيب عملية ان انت انشايل للدومين نيم لما بتيجي تنشئ او تكريت الاجور سبسكريبشن الاجور اي دي دومين بتكريت اوتوماتيك للدومين ده بتبقى معمولة بشكل اه او فورما ان يكون دومين نيم دوت او مايكروسوفت دوت اي كوم ايا كان بقى مثلا اكس واي زيت دوت او مايكروسوفت دوت كوم او اه اي بي سي دوت او مايكروسوفت دوت كوم طيب عشان تكاستم للدومين نيم لا يمكن تغيير اسم الدومين الاول او حسفه اللي هو بيبقى زي ما قلنا كده اكس واي زيت دوت او مايكروسوفت دوت كوم ومع ذلك يمكن اضافة اسم دومين كاستمر قابل للتوجيه والتحكم فيه يبسط اسم الكاستمايز دومين ده تجربة تسجيل الدخول للمستخدم يمكن لليوزرز نفس اه ان هم ما يستخدموا نفس الكريدينشل اللي كانوا بيستخدموها مع الدومين الايه الاول اللي هو زي ما قلنا دوت او مايكروسوفت دوت كوم ده تمام طيب مع الدومين الجديد اللي ممكن يكون اي بي سي دوت كوم دوان فيه شوية حاجات لازم ايه نتكلم معنا لازم تكون جلوبال ادمانستريتور عشان تقدر تنجز الدومين مانجمينت تاسك المطلوبة منك وطبعا زي ما انتو عارفين الجلوبال ادمانستريتور هو اليوزر اللي كرييتد للسبس كريبشن تمام الدومين نيمز في الازور اي دي بيكونوا جلوبالي يونيك لما لما واحد من الان Azure Active Directory بيكون verified للdomain name ما يقدرش أي الـ directors تانية تستخدم نفس الـ name قبل ما تكاستم للـ domain name تقدر تستخدمه من خلال الـ Azure دي لازم يكون تم إضافته للـ directory بتاعك ويكون ايه verified طيب الـ verified custom domain names لما أدمن بييجي يقادل custom domain name واللي بيكون في البداية في حالة لسه مش verified لن يسمح الـ Azure AD لأي director resources باستخدام اسم الـ domain طالما لم يحدث عليها عملية الـ verify يقولك يمكن ان الـ one directory يستخدم domain name هي الـ organization اللي بتملك domain name ده بعد إضافة اسم الـ custom domain لازم أو يجب عليك انك verify ownership of the domain name بيتم الـ verify من خلال إضافة الـ DNS record من الممكن ان يكون الـ DNS record هي MX أو TXT أو أو بلا بلا أي أن كان يعني الـ records اللي احنا عارفنا بمجرد إضافة الـ DNS record هيقوم الـ Azure بالاستعلام عن الـ DNS domain عن وجود السجل بتاعه طيب ممكن ده يستغرق قد إيه بيستغرق ما بين عدة دقيقة أو عدة ساعة عندما يتحقق الـ Azure من وجود الـ DNS record فبيعمل إيه بيديف بعد كده اسم الـ domain إلى السبسكريبشن بتاعتك طيب الكريات للـ Azure DNS دون بيقول ان الـ Azure DNS reliable وSecure DNS service عشان تقدر تمانيج وكمان تريزولف الـ domain names في الـ virtual network من غير ما تحتاج انك تضيف الـ DNS solution انت عارف لما بتيجي يعني تهوست الـ website مثلا أو شواء الـ DNS records طبعك ممكن تروح تعمل عند جود دي أو X أو Y أو Z من هما الـ hosting provider صح الخلاصة هنا ان انت ممكن تعمل الكلام ده جوة الـ Azure DNS من غير ما تروح لمكان سر دي بارتي تانية تمام طيب الـ DNS zone بتهوست لـ DNS record للـ domain اللي 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 يعني الدومين بتاعك يعني فعشان فعشان كده انت بتبدأ انك تعمل الـ hosting للـ domain في الـ Azure DNS انت محتاج انك تكريت للـ DNS zone للـ domain نيم كل DNS record للـ domain بتاعك بتكريت جواها DNS zone من الـ Azure portal انت تقدر بسهولة انك تضيف DNS zone والمعلومات للـ DNS zone واللي بتتضمن وتشمل على الـ name والـ number والـ records والـ resource group الـ location الـ subscription واسم الـ server طيب عندنا بعض الايه الـ consideration اللي لازم نحطها في اعتبارنا اول حاجة الاسم بتاع الزون لازم يكون unique مع الـ resource group وكمان الزون لازم تكون مش موجودة قبل كده نفس اسم الزون ممكن يستخدم تاني بس في different resource group او different Azure subscription لما يكون المالتبل zone share لنفس الاسم كل instance بتبقى assigned لها different name server address الroot او parent domain بيبقوا registered في register والpointed والpointed للازور ns الـ child domains بيبقوا registered في الازور dns directly طيب delegated بتاع dns zone زي ما انت شايف كده على السلايد بيقولك ان انت لما بتيجي تعمل delegation for child زون للشايل زون بيحصل register لل ns record جوه ايه ال parent domain طيب لو احنا اه اتكلمنا عن الاد بتاع dns بيقولك record set is a collection of record جوه زون بتحتوي على نفس الname و نفس الطيب بيقولك انت ممكن تضيف لحد 20 record لأي record set record set كان مش ممكن تكون تحتوي على two identical record اللي changing للdrop down type بيغير ال information اللي هي require طيب خلينا نرجع بقى تاني كده جي فيه شوية حاجات عايزين نقولها بيقولك لو انت عايز تستطب لل separate child zone تقدر انك delegate sub domain في ال azure dns على سبيل المثال بعد منك مثلا تconfigure ldomain abc.com في ال azure dns بامكانك انك تكون configure lsebrate child zone وتكون مثلا ب partners dot abc.com خلاص وبعد كده تعمل setting up لل sub domain اللي انت كاريته يعني كان abc.com والchild كان partners dot abc.com خلاص فانت بتعمل بتعمل setting up ل sub domain بتتبع نفس ال process لانك تعمل الاختلاف الوحيب بس بيكون في lns records لازم تcreate يعني لازم تcreate لها في ال parent zone اللي هي زي ما قلنا كانت abc.com مثلا جوه فين جوه الازور dns بدل من انك تعمل ايه domain register طيب في ملاحظة اخيرة ايه هي ان ال parent او child zone ممكن يكونوا في نفس resource group او في resource group مختلف طيب لما احنا بنجي ندي في dns record set دي خلاص احنا قلنا كده اللي يخص ال يعني ال consideration لها كويس طيب plan for private dns zone لما بتيجي تستخدم private dns zone انت بامكانك تستخدم custom domain names اللي انت بتملكهم بدل من azure provided لل names يعني استخدم custom domain names استخدم لها بيساعدك في انك تبني virtual network architecture طيب لما بتعمل virtual network architecture ليك يعني بشكل يناسب احتياجاتك لل organization اللي انت فيها ده بيخليك انك to provide name resolution لل vms او اللي زي ما بنقول عليها virtual machines يعني مع virtual network وكمان مع ما بين virtual networks بالاضافة الى ان انت ممكن تكون figure للzone names مع split horizon view اللي بيخليك تقلاو لل private و dns zone و public dns zone سوري لانك بتوشير لل names طيب بيقولك ان dns record لل private zone ما بتكونش اه viable اه يعني اه viable او retrievable لكن dns record بتبقى registered و resolve بنجاح تمام يعني تاني dns record لل private zone بتبقى not viable ولا retrievable لكن dns record بتكون register وبتresolve بشكل ناجح او بشكل successful يعني طيب ال azure private dns benefits ايه ايه benefits من private dns zone دي طيب ال azure private dns ك benefits سابقا او قبل كده كان العديد من الكاستمرز بيكرياتوا لل dns يعني بيكرياتوا لل custom dns solutions عشان يمانج ل dns zone جوة بتاعته لكن دلوقتي تقدر تنفذ dns zone management باستخدامك لل native azure infrastructure وده بيشيل عنك عب انك تكريات او تمانج الكاستم dns solution تمام طيب ايه البنفتز التانية use all common dns record types يعني ايه ال azure dns بيسابورت ل a وال a وال c name وال mx وال ptr وال s o وال s r v وال text record ده يعني كل dns record المتعرف عليها هو بيسابورت لها تمام طيب ايه البنفتز التالتة موجودة او اللي بعد كده عندنا automatic host record management طول فترة الhosting للdns او بتاعتك الاجر automatically maintenance بيحصل لها يعني maintenance automatically ليه للhost name records للvms في كل specific virtual networks في السيناريو ده انت تقدر تoptimize للdomain names اللي انت بتستخدمها بدون ما تحتاج انك تcreate لcustom dns solutions او تمضيف الapplications طيب ايه الbenefits كمان الموجودة host name resolution between virtual networks الprivate dns ممكن يكون shared ما بين virtual network ايه المختلفة طيب ايه تاني familiar tool and user experience عشان الموضوع يكون سهل في التعلم هتلاقي الازور dns tool موجودة ومنتشرة بتكون في شكل power shell scripts azure resource manager templates وكمان reset abi split horizon dns support مع الازور dns انت تقدر تcreate للzones مع نفس الاسم عشان تresolve لل different answer من virtual networks ومن public internet طيب عندنا حاجة بتقول available in all azure region تمام لحظة واحدة خليك معي طيب بنقول available in all azure regions الازور dns private zone future موجودة for multiple network ou virtual networks اللي هما vnet one و vnet two كويس طيب ايه سيناريو ايه هو ده? انا كده كنت مشيت زيادة يعني السيناريو التاني مفروضة هيكون هو ده. السيناريو الاولاني هو ده. بس عشان بس ما ايه ما نتلخبطش يعني. تمام? طيب. السيناريو ده زي ما احنا قلنا بيكون ايه? اه. تمام. هو المفروضة هو زي ما احنا قلنا هو. بيبورفايد الينم resolution for VMs with vnet and between vnet. طيب. Automatic host name record management بيrewove لنيد for customer DNS solution بيوز all common DNS record type. هو available في all Azure regions. قوائز. طيب. هي دي اللي انا بتكلم عنها من ناحية ايه بقى? موجود هنا في اكروس. ادي ايه? كويس. واللي مفترض بيكون ده يعني ان انت بتستخدمه. اللي في الدياجرام ده هنا بتوضح لنا السيناريو اللي موجود فيه في في نت 1 و في نت 2. طيب. ال في نت 1 is designed as a registration virtual network. والفي نت 2 designed as a resolution virtual network برضو. كويس. والانترنت ليه هما الاتنين آآ شير عشان يحصل شير للكومن ايه? زون. طيب. الريزوليوشن والفيرشوال آآ والريجيستريشن فيرشوال نتورك هتلاقيهم لينكد للزون. اهو. طيب. الدي نس ريكورد للريجيستريشن بتاع الفي نت للفي امز بيكون اوتوماتيكلي كرياتيد وتقدر مانيولي آآ انك تضيف الدي نيس ريكورد للفي امز في vlogging. طيب؟. الدي نس ريكورد ليه آآ للسيناريو التاني. خلينا نروح بالسيناريو التاني. هو ده المفروض بعد السيناريو التاني. كويس؟. طيب. السيناريو التاني ده عايزين نقول فيه ايه? عايزين نقول فيه الآدي. ان في السيناريو ده عندك الفيرشوال نتورك والريسورسز في الازور بتانكلود معاك الفيرشوال ماشين او الفي امز وانت عايز تريزولف الريسورسز من داخل الفيرشوال نتورك من خلال او في دومين نيم محدد او دينيس زون كمان انت محتاج النيم ريزوليوشن يكون برايفت وما يكونش متاح من الانترنت كويس بالاضافة الى الفي امز داخل الفي نت فانت محتاج الى اجر بشكل اوتوماتيكي يريجستر ليهم جوة دينيس زون طيب اخر حاجة زي ما احنا شايفين عصلايا دينيس ريزوليوشن از اه في ال في نت واحد برايفت ونوت اكسابل فروم انترنت نفس الكلام اللي احنا قلنا بس نعيده تاني يعني دينيس كوريز اكروس الفيرشوال نتورك وريزولفت الريزيرف دينيس كوريز ارسكوب لسيم فيرشوال نتورك طيب كده احنا يا مفروض خلصنا للمديون رقم اربعة باستثناء احنا طبعا انا عملنا ده اللاب ده يجرم الخاص بالمحاضرة كلها يعني او محاجز الخاص بالدينيس طيب انا عايز اعمل ايه هنا قبل ما نقفل اعايز اه نشوف الفيروول اللي احنا كريتناه المفروض اهو كريت تمام بعد ما كريت اه انت المفروض بتبدأ هنا بتروح للبابليك اي بي كونفيجراشن تشوف الاي بي بتاع الفيروول بتاعك ههو البابليك اي بي بتاعك بتيجي هنا في في عندك في الفيروول فايروول بوليسي ماي بوليسي تبتدي هنا تكريت للرولز من خلال دي الدي اي تي رولز والنتورك رولز والابليكيشن رولز زي ما احنا اتفقنا وكنا تكلمنا عن الموضوع ده في السلايد وفيه حاجة اسمها بيرانت بوليسي تمام طيب المفروض ان انا في زي ما قلنا ديمو تاني هيبقى مسجل هيجي لك ان شاء الله على الجروب بتاع الواتساب والجروب بتاع التليجرام هيبقى فيه الجزائية بتاعة الرولز دي تمام طيب احنا قبل ما نقفل فيه ان احنا هنكريت بس نشوف كده ان احنا ممكن نكريت لي زون انت شايف كده فيه زون وفيه الرايفت دي النزون لو انا قلت دي النزون وقلت كريت دي النزون هنخليها مسلا نقول نكريت لوحدة جديدة ونسميها دي النز زون تست مسلا ونقول لوكيه النين بتاعها هنقول مسلا اي اه اكس واي زد دوت لوكل كويس الراسورس جروب لوكيشن هنقول ست يو اس مسلا كويس ونقول كده انت بتكريت لدي نزون كويس طيب خلينا بعد ما نشوف بعد ما تكريت ايه اللي هيزهر لنا هو عمل بزد نقول كريت نعمل الانشيلايزنج الانشيلاي اللي هيحصل بعدها سابميتنج للدوبلويمينت اهو وليسه بيعده هو دوبلويمينت اه دوبلويمينت ان بروغرس طيب هو كده ايه كريت بنجاحه لو احنا رحنا هنا او زي ما انت شايف كده هو كريت لدي النسو عملها اكس واي زد دوت لوكل من هنا زي ما انت شايف معايا اه هنا بقى بتبتدي ايه اه تضيف الريسورس الريكورد اه بتاعة الدي النس يعني ممكن احنا نقول مثلا ميل اه ونختار مثلا هنا زي ما انت تعمل لو اتعملت اتعملت ماذا في ايه هوستنج كده مثلا طبع جو دادي او ايه حاجة ملي بيتهوست يعني واحدد له مثلا اميكس ريكورد بتاعي اسمه ميل بريفرنس خلي عشرة مسلا نقول مسلا ميل دوت اكس اي زد دوت كوم ونقول له اوكي وهكذا بقى نبدأ نكاري بقى كل ال ايه الدي نس ريكورد بتاعتي البابليك كويس اقول له اوكي خلاص هو بكريت انجه الريكورد يست او اعمل ال اميكس ريكورد بتاعي ونضي له عشرة واسمها ميل دوت اكس واي اه زد دوت ايه دوت كوم برضو في ايه او ديمو حلوة جميل كده برضو عن الدي النس هنبعاته برضو ايه في طيب احنا كده المفروض خلصنا مديول الرقم اربعة زي ما اتفقنا وهيبقى بطبق اللي باب بتاعته اللي انا ببعثها اوفلاين اه والمفروض بعدها هنبدأ في مديول رقم خمسة نوقف بقى التسجيل على كده نشوف لو في ايه سؤال او حاجة